منسبة المباراة اليوم اعتقد ان الناخب الوطني سيحاول يجرب بعض العناصر خصوصا ان المباراة الاولى شهادات تقريبا 1-8% لتشكيل البشر اللي غادي يكون في المباراة النهائية دي القطر اعتقد ان المباراة اليوم سيحاول من خلال الناخب الوطني تجريب اللي ممكن قوله الفريق ماشي 100% غايتغير وانما غايتغير بعض العناصر باش يقالي دوبلور لانه كان عارفوا انه تكون اصابات لهذا فالناخب الوطني المباراة اليوم غادي يحاول يدخل بعض العناصر اللي غايتكون الحتياطية ديال الرسميين لهذا فالناخب مباراة اليوم ما غايتش تكون تغييرات كثيرة وانما غايتكون في بعض المراكز اللي باقي الناخب الوطني كي يحاول يقلب على دوبلور ديال الرسميين انا جيت من الدار بيضاء وجيت على عبر اول انت مشيت البرسولون شاهدت المقابلة وكانت مقابلة في الحقيقة في المتساوى كان بعد واحد اشياء شوية كي يبالينا الدفاع شوية ترصة في اللاكس وان شاء الله ما غادي يكون على الخير فيه وهذا المقابلة التانية احنا جينا تاني تابع الفارق الوطني وبهذا المناسبة نطلب من الاخوان والجمهر المغربية باش يبينوا واحد تسولوك حضاري كبير ذاك الشيء يوقع في برسولونارا ما ماشي ديالنا والناس تعبات باش توجداتشي فالله يخليكم تكون واحد الروح الرياضية واحد المعاملة مزيانة واحتاج الناس ولا اي واحد في العالم شاف المقابلة ياخد نضرع للمغاربة وركم الحمد لله دي ما مغريب نعم الجارية المغربية المقيمة بفرنسا في صراحة نفرحانين جينا نتفرجو في المنتخب الوطني المغربي جينا نشوفو الدماء جديد اللي ضخ وليد رقراجي في صراحة مدريب اللي عندو قيمة كبيرة بين على بزاف ديال الحويج من هوم لكومينيكاسون اللي كانت نقصة شوية في المنتخب وجاب العابة جداد رجع العابة اللي كانوا اقدام في صراحة نفرحانين بزاف بهذا المستوى ومتمنوا يبقوا غدين في خط تصاعودي حتى يوصلوا النتائج اللي بغينا وخبر قتلنا الوقت بزاف المونديال ما احنا عنا اتقال كامل في وليد رقراجي وفي المجموعة اللي معاه دابا الشاباب زع ما صراحة كلهم قليل من ستة وعشرين سانق يعني كانت منوا انهم يفرحونا ويفرحوا الشعب المغربي واللي بغينا هو يلعبوا الكورة ماشي مشكي نخسروا لهذا مهم الكورة نتفرجوا في الكورة اشتركوا في القناة